قطع النية في الصيام قطع النية في الصيام دون أن يفعل ما يبطل الصيام ليس له أي تأثير وليس له أي تأثير سلبين على الصيام بمعنى لا يفسد الصيام لماذا؟ لأن النية غير المكترنة بالفعل ليس لها أي أثر فمن نوى الصلاة مثلا دون أن يصلي فلا يعتبر مصليا ومن نوى الصيام دون أن يصوم فلا يعتبر صائما إذا كان صائما بنية صحيحة وصيام صحيح لكنه نوى الإفطار لسبب ما لكنه تراجع عن هذه النية واستمر في الصيام بدون أن يفعل ما ينقض الصيام فهو صائم ويكمل الصوم ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يبدو له أن يفطر فيسأل عن الطعام في بيته مثلا إذا لم يكن هناك طعاما حاضرا فإنه يكمل صومه ولا شك أن في ذلك قطع لنية الصيام ومواصلة وهناك من يقول أن هذا فقط في صيام النافلة دون صيام الفرض وليس هناك ذليل على ذلك ولذلك نفهم هذا سواء كان في صيام الفرض أو في صيام النافلة على حد سواء موسيقى